في السياق قال ناشطون مدونون إن قرار إطلاق صراح المتهم بقتل هشام الهشم كان متوقعا خصوصا بعد تأجيل محاكمته عشر مرات متتالية والكل كان يعلم بأن هناك نية لتبرئته بعد تمكن الإطار التنسقي من تشكيل الحكومة وبينوا أن ما حصل يؤكد بأن قتلة الناشطين والمدونين والمتظاهرين سيبقون أحرارا حتى لو تم القبض عليهم مدامة أجهات صاحبة السلاحية المسيطرة والمتحكمة بالمشهد العراقي وما حصل بقضية الهشم خير دليل على ذلك كشفوا عن وجود حراك وتنسيق ما بين عدد من النشطاء من أجل ترتيب وقفة احتجاج ورفض لإطلاق صراح المدان بقتل الهشم نفتين إلى أن السكوت عن هذا الأمر دون تحرك يعني أن دماء شهيد أو أن دماء أي شهيد سوف تذهب سدى ولم تكون هناك محاسبة للقتل